موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم بورا الاعمال قص و لازم هنعمل اشكال ينفع نحن نحطف في القاعة او ممكن نعملها زينة في قضة الاطفال طبعا ممكن كمان تستخدمها في القاعة كتازين هنعمل مع بعض اشكال مختلفة ويا رب تعجبكم معانا ورق الاعمال عنا برتقاني ومعانا اللون الحموسي ده واللبني والاحمر واللون البنك هنبدأ نعمل اول حاجة من كل ورقة من ورق الاعمال دي هنعمل منها 3 دواير بمساحة مثلا 10 سنتي هنبدأ نقصهم انا انا كده خلاص عملت الدواير وقصتها من كل دايرتين هبدأ بقى نطبق مع بعض الدواير اول حاجة هجيب الدايرة هيا بالشكل ده كده هتطبق الدايرة على بعضها كده من النص تمام وبعدين هجيب الدايرة كمان هتطبقها تاني تطبقها تاني كده على بعضها وبعد كده افتح الدايرة هتديني الشكل ده هجيب الطرف ده احطه كده بحيث ينطبق على الايه على النص بالزبط كده كده هجيب الطرف التاني وطبقه برضه بالشكل ده كده هنبدأ نلزقهم فبعض اول حاجة هجيب الشام وحط في الزاوية دي نقطة شام والزاوية دي من فوق والزاوية دي من تحت كده بالشكل ده في المثلث ده واجيب كل واحدة فوق التاني تمام كده واجيب التاني خلق الوان مختلفة احط بقى هنا وهنا 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 كده واجيب واحدة تاني احط نقطة هنا ونقطة شامع هنا وكمان واحدة هنا كده واجيب احطهم كلهم بقى بالشكل ده فوق بعض اشكل في الالوان احط نقطة شامع كمان نقطة كمان نقطة كده الشكل ده كده تبقى معايا بالشكل ده كده هبدأ بقى احط كل اللي عندي فوق بعضه خلاص بقت بعد ما بقت معايا بالشكل ده هفتح الدايرة كلها تاني بالشكل ده احط حتة شامعة في النص هنا كده والذق دي على دي بقت بالشكل ده كده معايا هاجيب المقاص وافتح حتة هنا صغيرة خالص وحتة هنا بالشكل ده كده هتبقى معايا كده مززوقة من النص ومفتوحة من الجناه هعمل كمان واحدة معايا هاجيب الدايرة اطبقها بالشكل ده بالشكل ده كده اطبق تاني كده افتح اطبقها بالشكل ده هاجيب الطرف ده ده اليمين على النص على الخط اللي في النص وبعدين اجيب الشمال برضو احطها على الخط اللي في النص تبقى معايا بالشكل ارجع تاني افتح الدايرة كلها وحط في النص هنا حتة شامعة صغيرة واجي ايه افلت الدايرة واجي جايب المقص اطاحته كده وطاحته من هنا تمام بس كده نكمل بقى الاشكال كلها مع بعض خلاص كده بقيت جاهزة معايا بعد ما حطيت كل الالوان حطيت حاتة ستان بس عشان خطر امسكها بها هفتح بقى الشكل معايا هفتحه بالشكل ده هيفتح معايا طبعا انا عاملة الحجم صغير لو الحجم كبير هيبقى شكلها كبير وجميلة بس انا عاملة صغيرة نموذج يعني صغير هجيب بقى ده الزقهم فبعض اللي هو الورنج واللي ايه والبين كده هنزقهم كده وبعد هنزق من جنب واحد حتى عادي بالشكل ده خلاص هيبقى اتجاهزة معايا بالشكل ده كده دي تنفع تزيني بها قاعة تزيني بها فقود تأطفال يعني حاجة ايه قص و لزق بورق الشم بورق العمل خلاص هيبقى اتجاهزة معايا ونخليش وقت خالص وسهل و بسيط شكرا لك شكرا لك شكرا لك